15 موقوفا في مركز شرطة القناة هربوا لحظة شجار مع حراس السجن بسبب وجبة طعام فيما كانت قلة التدابير الأمنية في السجن سهل هروب السجناء ليتبع ذلك إجراءات من قبل وزارة الداخلية هروب ماكر لكن ليس على طريقة ناشنال جيوغرافيك وأفلامها الوثائقية عن أشهر عمليات هروب السجناء بل على الطريقة العراقية والوسيلة هي وجبة طعام كانت كفيلة بهروب 15 نزيلا من مركز شرطة القناة شرق العاصمة بغداد بحسب إحدى الروايات غير المؤكدة رسميا وربما وجبة الطعام ليست هي السبب بل قلت التدابير الأمنية وعدم تواجد حراس السجن في أماكنهم كما أوضح مقطع فيديو يوثق هروب السجناء بسهولة دون إيقافهم أو تأخير عملية هروبهم على الأقل حتى وصول التعزيزات العسكرية وعلى خلفية الهروب أقال وزير الداخلية قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ وحجزهم في مقر الوزارة وإداء ضابط مركز شرطة القناة والوجبة المكلفة بالواجب المسائي التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومنذ ليلة الأمس تشهد بغداد إجراءات أمنية وسيطرات منتشرة في شوارعها خاصة المحيطة بمكان الحادث فرق البحث التي شكلها وزير الداخلية القتل قبض على أربعة هاربين حتى وقت إعداد التقرير فيما سلم واحد من الفارين من قبل ذويهم حوادث هروب السجناء ليس بالشيء الجديد فسجل سجون العراق حافل بعمليات الهروب الجماعي والفردي ومع ذلك لم تتطور آلية التعامل مع السجناء من الناحية الأمنية وبناء سجون حديثة لمنع تكرار هذه الحوادث العرضي منها أو بتدبير مسبق كما يتحدث مراقبون من بغداد جابر جمال قناة رشيد الفضائية